بالفعل رشى تطورات الميدانية في الخرطوم هي متواصلة خاصة في الجبهة الجنوبية الشرقية وكذلك جبهة وسط العاصمة حيث مقر القيادة العامة للجيش السوداني ومن الناحية المقابلة للنيل الأزرق مقر سلاح الإشارة في مدينة بحري التابع للجيش السوداني أيضا ظهر هذا اليوم اشتدت وتيرة القصف المدفعي العنيف والمكثف والمتبادل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع كنا نستمع على دويل انفجارات المتواصلة لأكثر من ساعتين على الأقل في الأحياء الشرقية من العاصمة وكذلك في المقرات القريبة من القيادة العامة للجيش الجيش السوداني كان يستخدم المدفعية الثقيلة صوب المنصات التابعة لقوات الدعم السريع والمتمركزة في عدد من الأحياء الجنوبية والشرقية وأيضا هذه القذائف الصاروخية من قبل قوات الدعم السريع كانت تستهدف هذه المقرات وأيضا علمنا أنها سقطت في الأحياء الشمالية من مدينة أمدرمان حيث المنطقة التي تسيطر عليها قوات اليش السوداني وبها عدد من المقرات الحكومية محلية كرر تحديدا عدد من الأحياء سقطت فيها هذه القذائف من قبل قوات الدعم السريع علمنا أيضا أن شبكة الأطباء السودانيين وهي شبكة محلية رصدت عدد من الإصابات ما لا يقل عن خمسة إصابات نتيجة هذه القذائف التي سقطت في محلية كرر في الساعات الماضية أيضا في تطورات اليوم كنا نتابع تصاعدا لأعمدة الدخان من محيط المدينة الرياضية وهي من المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع وأيضا من ضاحية شرق النيل كما العادة وهي من المناطق المستهدفة بصورة مستمرة ومتكررة من قبل الجيش السوداني حيث تنشط وتتحرك قوات الدعم السريع أيضا المدفعية الثقيلة من قاعدة والي سيدنا الجوية وكذلك قاعدة كرر العسكرية استهدفت عدد من النقاط والتمركزات في مدينة بحري في أحياء شنبات وكذلك في منطقة العزبة وكافوري هذه الأحياء أيضا بها تمركزات ومواقع لقوات الدعم السريع ربما المشهد اليوم في العاصمة يشهد تطورا ملحوظا من حيث سير العمليات العسكرية التي أيضا رصدت في الأحياء الغربية من مدينة دورمان حيث منطقة تنبدة وغرب الحارات سمعت أصوات الأسلحة والاشتباكات البرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في تلك المناطق حيث يعمد الجيش السوداني إلى توسيع نطاق سيطرته في الأحياء الغربية من محلية كرر بينما تقول قوات الدعم السريع أنها تتصدى لهذه الهجمات المتكررة من قبل قوات الجيش السوداني أيضا مدينة الفاشر ربما الطيران الحربي التابع للجيش السوداني سجل عدد من الطلعات الجوية المكثفة على المواقع التي تتحرك فيها قوات الدعم السريع لا سيما في الأحياء الشرقية والأحياء الجنوبية والمحاور التي تحاول منها قوات الدعم السريع الدخول لهذه المدينة التي تعتبر آخر معقل للجيش السوداني يسيطر عليه وتسانده القوات المشتركة وكان بالأمس قد أعلن مقتل أحد القيادات البارزة من قبل قوات الدعم السريع اللواء الذي يقود معارك الفاشر اللواء يعقوب جبريل وهو من القادة البارزين الذين كانوا يقودون هذه المعارك ربما هذه التطورات العسكرية بلا شك وبلا محال أنها تؤثر وتضغط على الواقع الإنساني بصورة كبيرة جدا ونحن نتحدث عن 14 شهرا من القتال في وقعة جغرافية كبيرة من محاور القتال في العاصمة السودانية الخرطوم وإقليم دارفور وكذلك في المعارك هي وطرتها منخفضة مقارنة مع ما كانت من معارك الأمس ربما سجلت الطلعات الجوية المكثفة وأيضا القذائف المدفعية المتقطعة بين الجانبين سمعت في عدد من الأحياء لكنها لم تكن بذات الكثافة التي حدثت فيها معارك الأمس ومعارك أول الأمس والتي على إثرها أعلن الجيش السوداني تصديه للهجمات المتكررة من قبل قوات الدعم السريع ربما نتابع بما يجري في تطورات الأوضاع في هذه المدينة التي تشكل أهمية كبيرة بالنسبة للجيش السوداني في إقليم دارفور